حرب الخفاء تنتقل إلى العلن بين قطبي العملية السياسية في العراق اتلاف المالكي والتيار الصدري وصلت إلى حد معركة الدعاية الانتخابية وكالعادة الغرض منها تزيد الموقف وتحديد هوية المظلة الجامعة للمنظومات الحاكمة التوتر بدأ بعد قيام أنصار تيار الصدري بالهجوم على اللافتات الدعائية الانتخابية لمرشح تيار المالكي وتمزيقها وحرقها في بابل وانتشرت لتشمل محافظات أخرى حيث تم حرق وتشويه صور ويافطات أخرى في عدة دوائر انتخابية في بغداد وامتدت الظاهرة إلى رفض أصحاب مبان ومحلات تجارية رفع صور المرشحين بالقرب منهم أو فوق مبانيهم خوفا من عمليات حرق أو عبث تطال تلك الصور وما زالت الظاهرة محصورة بمرشحي تحالف المالكي دون سواه الهجمات المنسوبة لأنصار التيار الصدري بحسب أعضاء في اتلاف المالكي تهدف إلى الاستئثار بسوق الدعاية الانتخابية وإقصاء أنصار المالكي من حلبة الصراع إذ يطمح اتلافه للفوز برئاسة الحكومة هذه المرة وبتقديم نور المالكي بذاته لها مقتدى الصدر زاهد الأمس في الانتخابات مسعر حربها اليوم يرى تياره الأقرب إلى حسم موضوع الكتلة الأكبر في الانتخابات القادمة والقادرة على جذب باقي الكتل إلى صفه لذلك لن يساوم على رئاسة الحكومة المقبلة صراع التيار الصدري والمالكي ليس جديدا فلهما سجل حافل من الأزمات السياسية استمرت طيلة السنوات التي أعقبت عام 2006 وفي كل مرة تتدخل أطراف إيرانية في التهدئة بينهما وكذلك يرى مراقبون أن الخلافة الجديدة بين الطرفين سيرسوا على ميناء التسوية بحيث يبقى الطرفان ممسكين بخيوط اللعبة السياسية على حساب الأحزاب الهزيلة التي تستدعى لتزين المسرح الانتخابي لا أكثر